هل يمكن لي أن أقول عنك أنك صحفي مشاكس؟ مسألة موضوع الصحفي المشاكس ممكن يمكن أن تنطبق إلى حد ما لأنه في فترات كبيرة كنت مشاكسا تجاه وزارة الثقافة والإعلام المسيطر الأول والرئيسي على الساحة الإعلامية في العراق من حيث التوجيهات ومن حيث الحيكل الإدارية لذلك يمكن أن ينطبق هذا الوصف وأوقفت عن العمل مرتين هذه قصة غريبة حقيقة مرتين مرة الأولى عام 2001 والمرة الثانية عام 2003 إبان الحرب فالمرة الأولى كانت غريبة وفيها وزارة الإعلامة العراقية احتجت على بعض المفردات التي اعتبرت مسيئة للنظام العراقي ولرمز النظام العراقي في تلك الفترة الرئيس الراحل صدام حسين ماذا هي المفردات؟ يعني هي غريبة لأنه في البداية كنت أقول وأنا صحفي أمثل قناة جزيرة في وقتها أقول الرئيس العراقي الرئيس صدام فاعتبرت هذه المفردة أنها مفردة غير لائقة برئيس جمهورية العراق ودون تحذير أوقفت عن العمل يعني هم كانوا يردون المسمى كما هو موجود بالتلفزيون العراقي الصفة الرسمية حفظه الله ورعاه والرئيس القائد كذا كذا وهذا لا يمكن في عالم الصحافة أن تتمثل جهة أجنبية أو جهة عربية ولا يمكن الجهة التي تعمل فيها أو تعمل لصالحها أن تتقبل هذه المفردات لذلك من الصعوبة أن تطلق على الرئيس العراقي أو الرئيس الإيراني سمه ما شئت الرئيس العراقي الرئيس صدام حسين حفظه الله ورعاه وكانت هذا السبب لإيقافي لمدة أسبوع عن العمل وحقيقة كان قرار غريب ومستهجن قناة الجزيرة في حينها أصدرت بيانا شجبت فيه هذا الإيقاف الذي وصف بأنه غير مبرر هم بس أوقفوك إليك نعم ولا أغلقوا مكتب القناة أوقفوني عن العمل فقط أنت شخصيا شخصيا بقية المراسلين كانت في مراسل زميلتنا زميلة المحترمة فائزة العزي استمرت استمرت بالعمل لفترة ما وبعد أن نشرت جريدة بابل هذا الخبر وهذا الخبر تداولته وسائل إعلام المعارضة العراقية فأصبحت ما بين نارين هناك من يتصل بي ويقول أن المعارضة العراقية تناقلت هذا الخبر وجزء من الموظفين في وزارة الثقافة المعتبروني أنه مع المعارضة العراقية وهذا شيء غريب حقيقة ومضحك لأنه ما لي ومن المعارضة العراقية في تلك الفترة أنا مجرد صحفي أعمل لقناة الجزيرة وأقوم بنقل الأخبار نقل المحتوى العراقي إلى العالم بعد أسبوع من الإيقاف تم رفع الحضر عني وعدت إلى العمل المرة الثانية كيف تم رفع الحضر؟ يعني احتجاج قناة الجزيرة وكذلك احتجاج أعتقد بعض الصحف تناولت هذا الخبر وربما لم أكن في وقتها في وزارة الثقافة والعلم اللي أعرف ما هي حيثيات هذا القرار تمت عودتي إلى العمل بشكل طبيعي وجريدة بابل شنو جريدة بابل نشرت خبرا كتبة من قبل أعتقد من وقتها من قبل عدي صدام حسين لكن بدون عنوان أنه لماذا تم إيقاف مراسل الجزيرة وأن هذا القرار خاطئ وأن عليكم أن تكسبوا هذه القناة لا أن تعملوا ضد هذه القناة فأعتقد كان له تأثير رغم أنه ليس لدي أي علاقة بعدي صدام حسين المرة الثانية المرة الثانية أثناء تغطيتنا للحرب كنت أنا والزميل تيسير علوني وعندما حدثت بعض الإصابات وهذه الإصابات سببها أنه قنابل السبع وخمسين المضادر للطائرات في بعض الأحيان عندما تصل إلى مدايات هذه المدايات على ما أظن يعني أنا لست عسكريا على ما أظن أن هذا الصاروخ عندما يصل إلى المدى ولا يصيب الهدف فينفلق ينفجر وعندما تسقط هذه القنابل والشضايا تسقط على الرؤوس العراقيين على الرؤوس الناس فتتسبب في إصابات إصابات مميتة في عام 2003 فأنا تحدثت عن هذا الموضوع وبعد استلم النشرة الخبارية الثانية تيسير علوني فاعتبرتنا وزاة كيف رجلتوا أنتم قلنا أن بعض الإصابات تتسبب بها هذه الإطلاقات المضادة للطائرات يعني أنتم المندة تريدون توجهون الرسالة نحن نقوم بعملنا للجزيرة للعالم فهذا أثناء الاندقاء المباشر اللي كان موجود أقول أن حدثت بعض الإصابات وبعض الأطباء أخبرونا أن هذه الإصابات ليس بسبب القصف الأمريكي أيضا لكن بسبب الإطلاقات أو المقذوفات مدفع 57 مضاد للطائرات تسببت بهذه الإصابات بعضها إصابات مميتة وبعضها إصابات غير مميتة نحن نقلنا هذا الكلام بالضبط فاعتبر شيئا مسيئا وأننا نقوم بقلب والحقائق وتشويه الصورة وتم إيقافنا جميعا عن عمل جميع المراسلين لمدة أعتقد خمسة أيام أيضا وبدأت الجزيرة في تلك الفترة تذيع هذا الخبر وتقول نطلب من وزارة الإعلام مراجعة قرارها لأن هذا قرار مجحف والمراسلون يقومون بعملهم بشكل طبيعي وبشكل مهني وبشكل واقعي بعد ذلك أذن تم رفع الحضر عنه كيف قد استمر الحضر؟ أعتقد خمسة أيام أو ستة أيام خمسة أيام أثناء القصف وأن غلق مكتب الجزيرة؟ لم يغلق المكتب لكن عمل القناة استمر بالتخطية من خلال استقبال الضيوف واستقبال رسائل أخرى بدون مراسلين بدون مراسلين هو مكتب الجزيرة التعرض للغلق لكن لربما ليس الفترة التي أنت كنت فيها لا الفترة التي خرجت منها يمكن كان زميل شاكر حامد لا لا كان فيه زملاء آخرين لأن شاكر حامد الزميل خرج إلى قناة أبو ظبي وأنا استلمت بعد شاكر حامد أعتقد بالألفين وأربعة كانت هناك حساسية قبل ألفين وثلاثة لا لم يغلق لم يغلق يعني استمر عمل المكتب من 98 إلى عام 2003 لم يغلق المكتب كان عمل جيد وإبداعي وكان طبعا مدير المكتب الراحل استادنا الكبير فيصل الياسري كان أيضا سند كبير في وجوده داخل العراق وحتى خارج العراق لم يغلق المكتب أغلق المكتب نهائيا عام 2004 عندما داهمت الشرطة العراقية مقر المكتب الجديد الذي هو في فندق وحيرة البجع وتم طرد المراسلين وإيقاف المكتب وأعتقد توقف المكتب الجزيرة عن العمل في بغداد لمدة أكثر من ست سنوات أو سبع سنوات هذا الغلق الطويل الذي صار بعد 2004 ماهو